نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمنطقة شعيب والتي تستهدف أهل مركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية قامت القافلة الطبية بالكشف على 500 مواطن وذلك ضمن خطة القوافل العلاجية للقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة قافلة اليوم بمركز شباب شعيب قرية أبو شعيب بمركز ومدينة أبو صوير قافلة تحتوي على معظم التخصصات الطبية الأطفال البطنة الجراحة جراحة المسالك الأنف والأذن الجلدية بجانب وجود أشعة ومعمل دم ومعمل تفايريات سيدالية تحتوي على 100 صنف من العلاج الصرف بالمجان يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تخصصات أخرى وتدخلات جراحية للمجمع الطبي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل